انا خلقه بكره البحر لاني ما بعرف شو في مخلوقات عايشة فيه وبكره الافاعي والثعابين لان وجودهم غير مريح فاتخيل تروح البحر وتلاقي الثعابين فيه هذا بالضبط هو فيديو اليوم وفيه هتكلم عن مجموعة فاتأكد انك اشتركت بقناتي وخلونا نبدأ نتكلم بهيك مواضيع واول ثوبان عندي في اللستة هو هايدروفيس بيلكري وهو اخطر واحد حكي عنه اليوم وجسمه بيتميز بانه نحيف وذيله اقرب للدواسة فبساعده انه يدفع جسمه خلال ما يسبح تحت المي ومخطط بحلقات لونها اسوأ واهم معلومة يمكن هي اماكن تواجده فهو موجود في جنوب شرق اسيا وفي شمال استراليا منعظم حياته بيقضيها في المي وفمه الصغير مخلوق عشان يأكل الاسماك الصغيرة اللي بيقدر يصيدها هلا في احتمال كبير انك تلتقي فيه وما يعطيك اهمية وما رح يهاجمك وما رح يعصب عليك لكنك لو حطيته في الزاوية فوقتها الله يهديك ليش بتجيب مشاكل لحاله الصيادين هم اكثر الناس بتعرضوا لهجوم هيك ثعباء فلما يسحبوا الشبكة بتفاجعوا انه كان متخبي بين الاسماك هلا سيبونا من الثعبان الاول وخلونا نتكلم في الثعبان الثاني واسمه بالامس بالاتروس والمعروف بالييلو بليد سي سنيك ثعبان البحر ذو البطن الاصفر فلما تشوفه فهتتفاجأ بليونه الغريب فبطنه اصفر ووهره اسود ومن الاخر هذا الثعبان متواجد في جميع المحيطات الا المحيط الاطلنطي واول ما ينولد الثعبان ولاحظ اني ما حكيت انه يبيض حانا حكيت انه ينولد لانه امه بتولده وكأنه من الثذيات المهم اول ما ينولد بيكون في المياه وبيعيش في المياه بيأكل بتغذى وبتستمر حياته كلها في المياه ومحيك هو ما بيشرب الا المياه العذبة وبصراحة انا ما بعرف كيف بيدبر حاله وبيلاقيها فلو حدا عنده فكرة اطبئنا اياها في التعليقات والثعبان رقم ثلاثة هو لاتيكوادا كولوبرينا وبيشبه الثعبان الاول لكن بوزه من قدام اصفر ويتواجد في المحيطين الهادي والهندي لكن كيف وضعه في المياه وضعه شوي مختلفة عن غيره فهو بيستخدم المياه كمكان للصيد اليه اما عملية الهضم فبتتم في اليابسة وهناك برتاح وهناك بتكافر انسيت اني اذكر انه ساخر ودائما بيصيد لحاله ونادرا لما يصيد في مجموعة لكنها احيانا بتصيد هلا هذه الافعة بتنجذب للاضاءات ولعنها بتعيش نص حياتها على اليابسة فبتعيها دائما تتحرك في اتجاه اماكن حياة البشر فلو شافت انسان فراح تتجنبه لكن لو مسكها الانسان فراح تعظه ومحيك فهي وجبة غذائية في الفلبين وفي اليابان تتقدم بصورة شوربة اسمها ايرابوسو وهلا سننتكلم عن التعبان الجديد ونتكلم عن التعبان الرابع اسمه ايبوسوروس دوبويسي موجود في شمال السورية وفي جنوب غينية الجديد فهو مشهور بسم القوي وهي الشهرة بتخلينا اكره اشوفه فلا نفرض انك حبيت تتغوص وتوصل لأماكن صحيقة في محاولة انك تتجنب ظهوره فمحب احكي لك انه يعيش على عمق 80 متر تحت سطح الميت وبيكون موجود حوالين المرجان والاسفنش وبيستخدمهم كملجأ ومكان يتخبى فيه وهذا التعبان السام كمان بولد نتكلم عن سمه الثعبان بيستخدم سمه خلال السيخ وفيه ينفوثوا في جسم ضحيته عشان يشلها وبعدين بيأكلها على راحته وهون لما احكي ضحيته فانا بتكلم عن سمكة عشان مايروح فكرك بعيد وتفكر انه بيسوي هيك مع البشر لان الحقيقة اكس ذلك فهي جدا مسالمة مع الانسان وبتتجنب اي مشاكل معاه فهي تمتلك طبيعة غير عنيفة بالمرة والثعبان الخامس في سلسلة فيديو اليوم هو وهذا حبيت اخلي للاخر فهو سام جدا وغير هيك هو مسؤول عن 50% من اصابات العبض اللي بتصير بيعيش في منطقة المحيط الهادي والهندي والحمد لله انا بعيد عنه لكن هذا الثعبان عنده شيء بميزه وللأسف بزيد الرعب عندي لما اتكلم عنه هو انه صحيح بيعيش في المياه المالحة لكن عنده القدرة انه يعيش في المياه العذبة فبهيك هو بيوفر لحاله كذبئة وبيعيش وبينتشر فيها لكن هون واجب التحذير فهو ثعبان عنيف جدا ولازم تتجنبه وتبتعد عنه بحذر والجملة مشهورة عنه انه وحشي وشرير لو غاس بوصل عمق 100 متر وبينشط في النهار وبينشط في الليب وبصراحة هذا الفيديو اشعر بدني وانا بدور على صور تعجب المشاهد لكني لاحظت انها بدت عندي فوبيا جديدة ازيدها على الموجودين فلا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحياتي للجميع اشتركوا في القناة